اشتركوا في القناة قلت إن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة وذلك لأنك تحكم عليه بغيره ولا يحكم على مجهول فالمسند إليه هو المبتدأ أو هو الفاعل أو هو نائب الفاعل هذا هو المسند إليه فينبغي أن يكون معلوما لديك حتى تسند إليه الفعل أو تسند إليه الخبر أو تحكم عليه بالتالي وكنا قلنا بأن المعارف عدة وأجل المعارف بعد الله تبارك وتعالى هو الضمير ولذا قلنا تعريف المسند إليه بالضمائر تس تعريف المسند إليه بالضمير وأعرف الضمير أنا ثم أنت ثم هو وهي إذن الضمائر من معرفات المسند إليه وهو أعرفها قال ما ينبغي الإشارة إليه أن الضمير الأصلية الأوضحة اللي هو ضمير الخطاب أو ضمير الحضور ضمير الحضور يتبنى يتبنى إشارة وإن لم تكن إشارة حسية كهذا وهذه أعيد بالأصل يتبنى الضمير أو يتضمن الضمير إشارة إشارة غير حسية وتصدر هذه الإشارة أحيانا كثيرة من غير قصد أنا أنا قل لما تشير عليك وأنت المتاكد تقول أنا أنا من فعل هذا هذه الإشارة تزامن عادة الكلام عن نفسك ويزامن الخطاب أيضا إشارة للمخاطبة تقول أنت أنت دعي الإشارة أترك الإشارة فقل إن من الشرائط الضمنية في استعمال الضمير الحضور الحسي الحضور الحسي وهذا خير من أن تقول تحتاج إلى إشارة أعيد قل أشريطه الحضور في الضمير في ضمير الحاضر يعني خير من أن تقول أشريطه لإشارة واضح ليش أما الإشارة إلي فهذه لا أحتاجها لأني أتكلم عن نفسي فانتهى وأما الإشارة إليك وهو قول أنت وأنت هذه قل بقوة الإشارة الضمير يتبناه الضمير يتضمنه يتضمن ماذا يتضمن الأفضل أن تقول يتضمن حضورا في المخاطب صح خير من أن تقول تضمن إشارة حسية وإلا أقول أنت أنا أخاطبك أخاطبك فأقول أنت من فعل كذا وكذا هذا المعنى معروف عندنا بالضمائر ولذا كنت قسمتها لكم فقلت لكم أجل المعارف ضمير الحضور إذا تذكرون ضمير الحضور وأجله أنا لأن ضمير الحضور أنا وأنت إذا عرفت هذا فاعرف أن المراد من الحضور هو ما يعادل الإشارة الحسية الحضور هو ما يعادل إشارة الحسية بل ويزيد عليها والعنة الله على يزيد الحضور هو القيام التشخيصي أمامك أليس كذلك؟ انتهى ماذا أردت بهذا تنبيها فأقول الأصل في الخطاب أن يكون مشاهداً معيناً أن يكون لمشاهد معين معلوم مشار إليه هذا مقصودي بالمخاطب المعين مشار إليه وهذا الذي عبرت لك عنه بقولي حضور مشخص لكن كثيراً ما نستعمل هذا الضمير على غير مخاطب على غير حاضر حسي بل بل على ما لا يجوز أن يكون مخاطباً حسياً كما لو خاطبت المولى تبارك وتعالى سبحانك اللهم سبحانك لا إله إلا أنت تأتي بأنت ضمير الانفصال وضمير الانفصال وتخاطب المولى تبارك وتعالى أقول وهل من حضور لو لا حضوره عز وجل إذن التشخيص ولت لك التشخيص ليس حسياً ولذا ما مر عندي كلمة إشارة حسية كما مر بهذا وهذه بل قلت إن الحضور أقوى من الحس وما المراد من الحضور سوى الثبات والتشخص أمامك هذا المراد من الحضور الثبات الثبات وعليه فالحضور للمولى تبارك وتعالى حضور وجداني برهاني لا بالضرورة أن يكون حضور عيان حضور عيان حضور مشاهدة أقول بعد شيء آخر شيء آخر أو بدعوة تعيين شوفوا ثلاث مراتب صار عندك يا أخي صار عندك الخطاب للمخاطب الحاضر المشخص وهو أن تخاطبه أن تخاطبه المشاهدة أمامك وتقول أنت أنت أتيت إليك هذا خطاب لمشخص معين وخطاب للحاضر الحاضر الذي لا يكاد يغيب بل الذي لا يغيب كخطابك لله عز وجل وبعد دعوة الحضور دعوة الحضور كيف يعني دعوة الحضور كما لو قلت يا قول أبي الطيب إذا أنت أكرمت الكريم ملكته إذا أنت مع من يخاطب يخاطبك أنت من المراد بأنت المراد بأنت المخاطب الصالح لكل مخاطب الصالح لكل مخاطب إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وهذا دارج جدا في كلمات العرب بل في الفصيح من كلمات العرب أرأيت من يخاطب لا بالضرورة أن يخاطبك أرأيت الذي صحيح القرآن يخاطب المعظم صلى الله عليه وآله لكن في غيره في غير القرآن العظيم من الفصيح خطاب سائد عند الحضور عرب أرأيت أرأيت هذا الذي إذن هذه بدعوة هذه الدعوة تفيد تعميما لكن ليش عام نقول أننا دعوة يعني أننا تفيد كل مخاطب عام كل مخاطب عام أقول صحيح صحيح بس هو يدعي عند الخطاب أنه يسمع أحدا بس هذه وإن كانت هي عامة شاملة قال المصنف الكريم تنبيهات الأول الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين من نحو وقد يخاطب أصناف صنف غير مشاهد وإن كان حضوره أقوى حضور وصنف لا يشاهد بل يدعى تحديده وإن كان الخطاب عاما قال وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب تعبيره لطيف لكن بإمكانه أن يقول هذا المعنى الذي ذكرنا حضور أقوى من الإشارة يعني حضور أقوى من الإشارة كالحضور الوجداني تبتعرف طعاط النفس وطعاط العقل طعاط العقل برهاني طعاط النفس وجداني وكم وكم أقمت البرهان على ولم تستجب النفس لي يعني لم تنصع النفس لا تنصاع النفس بالضرورة لما أقمت عليه براهين عقلية فتقيم برهذا على وجود المولى تبارك وتعالى وعلى صفاته وهمنته وجبروته لكن النفس لا تنصاع لمثل هذه المعطيات هذا يحتاج إلى تفعيل وجداني يحتاج إلى أسر وجداني للنفس بعد البرهان في وجدان لأن هذا الذي نقوله هنا نقول وقد يخاطب غير المشاهد من المشاهد؟ الحسي المشاهد والحسي وربك عز وجل لا يشاهد لأنه ليس جسما ولا جسمانيا تبارك وتعالى لكن حضوره الكريم حضور وجداني يدرك بعد البرهان طبعا بعد البرهان على حضوره لكنه مدرك بالوجدان حسا لا بالعيان لا وإذا قال أبو الحسن سلوات الله عليه أمير المؤمنين عندما قيل له هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين قال ما كنت لأعبد ربا لا أراه نعم رأيت ربي ما كنت لأعبد ربا لا أراه أو لم أره قال فصفه لي قال لا تدركه القلعيون بحقائق العيان إنما تدركه القلوب بحقائق الإيمان صحيح وحاضر سبحانه وتعالى كما لو خاطبت ربك عز وجل بقولك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إذن سبحانك هذا خطاب للمولى تبارك وتعالى لا إله إلا أنت خطاب لحاضر ولكنه ليس حسيا صحيح أو كقول الشاعر جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي أنت الحياة وأنت الكون أجمعه وكثيرا ما يكون في مثل هذا اللحن من الكلام الحنون أو الحزين أو المادح يكون خطابا رثائيا يكون خطابا رثائيا وإذا كان خطابا رثائيا فإن المخاطبة غير حاضر بالضرورة غير حاضر يعني غير مشاهد كما لو رثيت حبيبا عليك فقلت أنت الذي ملكتني أنت الذي أعطيتني أنت الذي أنت تخاطبه وهو غير حاضر أمامك غير مشاهد بالحس صحيح كقوله جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي شو عرب أبلغ آه جواب طلب صح مجزوم عشانه جواب طلب ها آه مجزوم لأنه جواب طلب جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي أنت الحياة وأنت الكون أجمعه قد يخاطبها أو يخاطب أحدا شخصا غير موجود في الحياة ويبكي عليه أو يخاطب غائبا عنه وبالتالي الغائب غير موجود غير حاضر يعني قال وغير المعين يعني وقد يخاطب غير المعين أصلا إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل شو يعني على سبيل البدل يعني أنا أخاطبك أنت فأقول أنت الذي لو رأيتني حسبتني أنت من أخاطب أنا أنت الخلي من الهموم لو جئتني وخاطبتني لأخبرتك عما يجيش بقلبي أو يجوش بقلبي طيب وبعدين أنا من أخاطب أنا أعين شخصا بالخصوص لا أنا أخاطب أي شخص يسمع هذه كلمة أي يعني يصلح هذا الأول فإلا بيكون في الثاني في الثالث في الرابع هذا معنى البدلية يعني أنا لا أخاطبهم عموما ولا أخاطب فردا بالخصوص إنما أخاطب فردا أدعي أنه يسمعني من هو هذا الذي يسمعك من هو هذا المخاطب يقول هو فرد من أنت على سبيل البدل فرد من أنت على سبيل البدل واضح إن شاء الله هذه سمعتها أني شوي دعوة دعوة يدعي حضورا قال بعضهم أن أحدهم أراد أن يكتب كتابا في فكاهات معلمي الصبيان وكان في أيامهم يجتمع الصبية في كل حي لدى معلم فيسمى مؤدبا ويسمى معلما كان هذا الكاتب الذي يريد أن يصنف في نوادر المعلمين وفكاهاتهم يدعي دعوة بأن كل معلم للصبيان بأن كل معلم معتوه عنده مقدار ما من الخلل أو من الخراب فتتبعهم فوجد قاعدته صحيحة إلى أن التقى بأحدهم فرافقه فكان عالما فحادثه فإذا به أصولي فقيه نحوي صربي لطيف فوطن نفسه على تبديل قاعدته وهو يدري بأنه معلم لصبية فأقر في نفسه بأن قاعدته من خارمة وبالتالي ليسوا سواء فوطن في نفسه أنه يكتب كتابين في نوادرهم حيث المعتوهون وفي نوادرهم حيث المميزون ثم أراد أن يخاطبه فتأدب بين يديه وقال وما كنية مولانا شو كنتك شريفي لأن العرب يستحبون الكنية للخطاب وحتى الشريعة رجحت الخطاب بالكنية قال وما كنية مولانا قال كنيتي أنا أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فوطن نفسه على إمضاء ما أراد كتابته أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فكان صديقي رحمة الله عليه يكملها ويقول وأنا أستحب الوقوف على سكون لازم أكملها إياك أنا أعبد أنا أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا أعبد المهم إنما أتى على ذهني هذا لأقول لكم وكان من نوادرهم أنه دخل صديق على صديق يعلم صبية في مكتبه في كتابه فلم يجده فسأل حوله من الصبية قالوا هو لم يأتي منذ أيام فوصل إليه يقف على خاطره ويطمئن حاله فلما دخل وجد آثار الحزن والحداد وخرجت من الدار خادمته سألها سيدك هنا قالت بلى قال هل لا ناديته قالت هو كئيب حزين منذ أيام قال علاما قالت ولم أقدر على محاكاته لشدة حزنه ووجده قال استأذني لي عليه وقولي فلان بالباب فأذن له فدخل عليه فسلم عليه وعزاه وأحسن له العزاء ثم قال من فقد مولانا أما قال كلا أبا قال كلا ولدا قال كلا قال فداك عداك إذن ومن تفقد غير هؤلاء إن بكيت زوجة أيضا قال لا يعني لم يبكي أحدا من الأحباب أو من الأرحام إذن لم يبقى في الكون ما يؤسف له من قبله لأنه عدد له الأرحام جميعا والأنسباء فلم يكونوا قال علاما بكاؤك قال علاما حبيب قال رافقته قال لا والله قال عرفته منذ متى قال والله لم أره قال علاما بكاؤك قال اعلم يا هذا إني كنت في طريقي فوجدت أحدا يرثي أم عمر ويبكيها بحرقة فقلت لو لم تكن أم عمر على قمة لما عشقها الرجل فتعلق بها قلبي وكان يقول ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار فعرفت أن أم عمر ذهبت ولم ترجع فتعلق بها قلبي مدة بعد ما كان يمدحها فيعني فترة مدحها ثم مر عليه فوجده يقول هذا المعنى فعرف أن أم عمر قد تولت إذن قال وغير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل لا تناول دفعة واحدة يعني هو لا يحكي عموما بس يحكي عموما شو بصور يسموه بصور يسموه استغراق أو بصور يسموه جمو مجموعي كقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تبرد وطبعا بهذا البيض أجاد المتنبي فيما أراد والشريعة دلت على هذا المعنى وحذرت من مخاطبة ومصادقة حديثين نعمة حديثين نعمة يعني الذين دأبت حياتهم بالفقر ثم أغناهم الله تعالى أولئك ينبغي الحذر نوعا ما في التعاطي معهم خوفا من البطر من جهة وخوفا من التكبر من جهة أما الكرام الكرام الذين سجيتهم الكرم وليس الكرم مرادي بخصوص المال والغنى إنما الكرم بالسجاية الكرم بالطوايا الكرم كرم النفوس قل وهذا الذي اعتاد على مثل هذا يخجله مدحك ويخجله عوى تعويضك لأنه كريم لم يدفع إلا وهو شاعر بالتقصير أصلا وكان يدفع أو كان يمد اليد ويده أدوا من يدك يعني يجعل يده يلسف له ليجعل يدك أنت الآخذ ليجعل يدك هي العليا هؤلاء ممدوحون في الروايات على كل حال يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته لأن الكريم يرد لك الجميل بأكثر ويرد التحايا بأحسن ويرد الفضل بأكثر وإن أنت أكرمت الكريمة وإن أنك أنت أكرمت اللئيمة تمرد إذا من يخاطب هو يخاطب كل مستأهل للخطاب على سبيل البدل جيد التنبيه الثاني من المعلوم يا أحباب أنه لا يرجع الضمير على مجهول لا يصح عود الضمير على مجهول وكل ضمير يرجع على علم كل ضمير يرجع على علم حتى نكون أدق في التعبير قل كل ضمير يرجع على معلوم لا بالضرورة إلى علم يعني على اسم علمي فالتعبير بالرجوع من الضمير إلى المعلوم خير من أن تعبر عنه يرجع إلى علم أقول هذا هو الظاهر في صياق العبارات لكن كثيرا ما نجد حسنا في أن يكون هناك ضمير ولا يعود على ملفوظ ولا يعود على معلوم لا يعود على مذكور قبله فعلى ما يعود الضمير قل كل كلام بليغ لا يحتار السامع في مرجع ضميره كل كلام بليغ لا يحتار السامع في مرجع الضمير لديه أبدا فمرجع الضمير مفروض الحال مرجع الضمير مفروض الحال معلوم قوي الحضور وإن لم يكن بلفظه لكن بمعناه لكن بمعناه أرى الأحوال وتصرفاتها فيها مرة تكلم عن الدنيا لما يولدون يتعبون ولما يموتون يزعجون معنا من عم تحكي معنا أطفال ما يحتاج كثرة في التأمع العودة الضمير في مثلها قوة الحضور ترجعه وتبينه إسا مرة بيكون المرجع معروف ومذكور لفظا هذا بسموه مذكور أو مرة ما بيكون مذكور بس بيكون مرصود مثلا مثلا من باب المثال كما لو استعملت ضميرا يعود على مرصود في الكلام مرصود مثل مثل على ذلك لما طلب منك أن تعدل مثلا لما طلب منك أن تتكرم وهو خير لك على كل حال وهو لوان رجع الضمير للكرم أنت ما لفظته أنت ما لفظته عندما قال لك أكرم فلانا واصفح عنه طرى لو فعلته لكان خيرا لو فعلته هذالها لوان رجع رجع على سياق هذا السياق ما فيك تسميه ملفوظ بس فيك تسميه شوي مرصود ومرة لاه ملفوظ ولاه مرصود أصلا أبدا قل هو الله أحد لوان عاد الضمير عاد على موجد الموجودات سبحانه وتعالى قوة حضور إنها لا تعمل أبصار إنها هذه الهاء لوان رجع وهكذا قوة حضور يفرضه السياق هذا مورد من الموارد ومورد آخر يا أحباب قلته لكم فيما سبق ومن بليغ الكلام أن تدعي حصر الضمير بشخص مثاله مشتدعي يعني قد يكون حقيقة محصور به مثل على ذلك كلما ذكرت النبيين صليت عليه صلى الله عليه وآله اللهم صلي على محمد وآله عن من تتكلم تتكلم عن الكريم صلى الله عليه وآله عن المعظم وأنت لم تذكر اسمه الشريف أصلاً إنما السياق دلك عليه لانحصار الكلام فيه انحصاره بختام النبيين انحصاره بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله يفرض حضوره تقول أن كلما سلمت على النبيين لا أنساه بل أذكره وآله صلى الله عليه وعلى آله معلوم عن من الكلام عن المعظم صلى الله عليه وآله لا من رصد ولا من لفظ متقدم إنما من حضور ودعوة أو حقيقة أنهم منحصرون به كما قلت لكم فيما مضى تقول تمدح أحداً فتقول فمع سماحته فليتفضل من حصرت اللقب بفردها بفرده وإن كان اللقب سائغاً للانطباق على كل صاحب سماحة وصاحب فضيلة لكن ينطبق على أحد بتسميته بعالميته لكن أن تذكره بضمائر نعم فيكون من دعوة لانحصار وهذا كثيراً ما يصلح استعماله في بلاغة الكلام قال الثاني الأصل في وضع الضمير عدم ذكره إلا بعد تقدم ما يفسره حتى لا يعود الضمير على مجهول وقد يعدل عن هذا الأصل فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض كثيرة يقدم الضمير على مرجعه مش دقيقة الأدق أن تقول يكون الضمير اللهم صلى الله عليه وسلم يكون الضمير معلوم الرجوع لا ملفوضه منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشويقه إليه كقوله هي النفس ما حملتها تتحملي يعني هون أخر المرجع أو كقولك عندما تنسب إلى أمير المؤمن عليه السلام هي الدنيا تقول بملء فيها بالأصل الدنيا هي الدنيا هي جيد هلأ هذا باب يحسن الوقوف عنده في غير هذا الكتاب أنه قولك هو الله هل هو من القلب يعني هل هل أصل العبارة الله هو هي الدنيا تقول بملء فيها هل العبارة مقلوبة والأصل فيها الدنيا هي هل هذا من القلب ولا لا هذا من الدعاء الحضور التام فأعدت الضمير إلى قوي الحضور إلى قوي الحضور ولذا تجد المعربين شبه مطبقين على إعرابها هو مبتدأ ولا يعربونها غيره فلا يعربونها ترجع على إنما يعتبرونها بذاتها مبتداء على كل حال هي النفس ما حملتها تتحملي فإنها لا تعمل أبصار نعم رجلا علي فالفاعل ضمير يفسره التمييز يعني والفاعل بجملة نعمة قال والفاعل ضمير مفسر يعني نعم الرجل ويضطرد ذلك في باب نعمة وبئسة يعني وهو كثير وأكثر من هذا وفي باب ضمير الشأن هو الله هذا واضح ولا بنشرحه ما فيهم كلام جيد قال ومنها الدعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن أقبل وعليه الهيبة والوقار أنا كلما ذكرت النبيين ذكرته صلى الله عليه وآله وقول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء وعن يتكلم أتت لم يذكر مرجع الضمير لكنه معلوم حيث إنها معلومة لديه لا مثيل لها عنده وبالتالي لا ينطبق الضمير إلا عليها بالخصوص أو كما لو قلت لك هكذا يولدون فيزعجون ويكبرون فيموتون فيؤذون عن من تتكلم وعن أولادنا يعني كلهم يتكلم عما يخصصه الكلام فيه ولذا قال ويسمى هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار يعني لا يحتاج إلى إظهار إسا الدقة بالدقة هذه عدم التسميات هي الخصوصية في البين بعبارة أوضح مش الضمير هو الذي يؤدي هذا المطلب البلاغي إخفاؤك للإسم الظاهر هو اللطف واستبدالك به بضمير هو اللطف وضحت يعني لو سألتك لماذا لم تسمي هنا شو بتجاوب تقول لأنه معلوم فلما أصرح باسمه الشريف عندما أقول صلى الله عليه وآله تقول وهل يصلى على أحد غيره غيره صلى الله عليه وآله إذن هذا الباب بالخصوص اسمه باب عدم ذكر الظاهر وانحيازك إلى الضمير الدقة فيها هكذا لكن يذكر في هذا الباب في باب تعريف المسند إليه بالضمير لحتى يبقى باب مستقل الباب الأخير أو المعنى الأخير هو أن تقلب المطلب تقلب المطلب فكان يخدمك الظمير فتبدله باسم ظاهر مثاله السائد الدارج المتعارف أنت تتكلم مع ولدك ماذا تقول له تقول له أبوك يطلب منك هذا وأنت ترده لعبارة المختصرة شو هي أنا أنا أطلب منك هذا أنا ضمير لكن عدلت عن استخدام الظمير إلى اسم الظاهر تقول أبوك تعرف كم مرة فيها هذه التدقيق فيها مرتين أو ثلاثة أو أكثر أولاً تنزيله منزلة الجاهل بأنه بأنك أبوه اثنين ادعاء أنه لا يحترم مقام الأبوه ثلاثة قد يكون فيها من الحنان والرحمة أن لا تجعل نفسك نداً إليه وتقول أنا أطلب منك هذا يقول أبوك يطلب منك لأن الأبوه تعادة مدعاة للرحمة ومدعاة للكرامة مش مدعاة مثلاً للتعنيف أو للندية وهكذا إذن من السائد المعروف عندنا استعمالها ولم نلتفت إلى تسميتها وإن التفتنا إلى بلغيتها والقرآن الكريم استعمل هذا بكثرة في ذاته عز وجل الله يستخدم لفظه الشريف لفظ الاسم العلم وإن كان يكفيه عز وجل استخدام الضمائر جيد في الباب عنوان بإمكانك أن تضعه وتطبقه على موارد متعددة قل حين يفرض عليك اقتضاء الحال إثباتاً توضيحاً تقريراً تركيزاً على مسمى بالخصوص فاستعمل الاسم دون الضمير أعيد لما يفرض عليك مقتضى الحال يفرض عليك إقرار الطرف الآخر أو تقرير في ذهن الطرف الآخر أو تثبيت أو تركيز أو تنبيه أو 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 استعمل الظواهر ولا تستعمل الضمائر مثاله ما يأتي في الروايات بكثرة بكثرة هو المعصوم عليه السلام يقول لا تتقدموا آل محمد فتهلكوا صلوات الله عليهم جميعاً كان التعبير الأقصر أو الأخصر أن يقال لا تتقدمون فتهلكوا وهو المتكلم منهم عليهم الصلاة والسلام صحيح؟ لكن شدق في التعبير هذا لماذا عدل المعصوم عليه السلام عن الضمير إلى الظاهر لأن لآل محمد عليهم السلام هيبتهم ووقارهم وحضورهم في ذهن المسلمين عموماً كم مرة بيكون نبه الإمام عليه السلام هذا السائل؟ نبهه مرات وحد منهم أنا من آل محمد اثنين صلى الله عليه اثنين وأن تعلم من هم عليهم السلام ثلاثة والرعشة التي حلت فيك لذكر اسمهم أربعة خمسة فلا تتقدمهم لأجل هذا كله إذن لو أراد بيان كل هذا لطال المقام اختصرها لك وقال ولا تتقدموا آل محمد فتهلكوا إذن باب عريض اختصره وقل تقرير تركيز توضيح لشدة الحضور ما شئ تعبر وله موارد عدة في مقام الاستعطاف أبوك يحبك ليش عم تقول له أبوك يحبك وجبت له مرة بالعلم ومرة بالضمير الغائب كمان أبوك يحبك وانت المتكلم معه جيد هذا اسمه استعطاف أبوك يطلب هذا نصح تسميه نصح بتسميه إرشاد ما شئت أمير المؤمنين يأمر بكذا وهو المتكلم المعصوم عليه السلام يقول مثلا هو الإمام عليه السلام يقول اسألني اسألني مرة بيقول له اسأل إمامك أرجه حتى طلق إمامك مش أرجه حتى طلقني أو حتى طلقاني جيد إمام ليه لأنه المقام من مقام الاقتداء مش من مقام العبث ولا من مقام ما تسول النفس في الدين يقول إذا لم تدري المخرج فألقه أو شو اسمه أرجه يعني أخره حتى طلقى إمامك ما قاله حتى طلقني استعملش الضمير استعمل الاسم ليه لأن المقام ما مقام إمامه واقتداء قال الثالث يوضع الظاهر سواء أكان علما أو صفة اسم ظاهر يعني الظاهر اسم الظاهر سواء كان علم أو صفة أو إشارة موضع الضمير لأغراض موضع الضمير يعني كان من الإختصار أن تستعمل الضمائر لكن نحذفها ونستعمل الظاهر لأغراض كثيرة هذه الأغراض الكثيرة حطوا حطوا لنا شيء ضابط فيها قلت تركيز تقرير إقرار ومنها إلقاء المهابة في نفس السامع شو إلقاء المهابة في نفس السامع كأن تقول لا تقدم تتقدم على آل محمد فتهلك ما أن لا تتقدم عليهم ما استخدم الضمير على آل محمد أو كما يقول لك الخليفة يأمرك الخليفة لا يقول هو يطلب منك أمير المؤمنين يطلب منك كذا ومنه تمكين المعنى في نفس المخاطب الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كان بالإمكان أن تستعمل الضمير الله ربي ولا أشرك به أحدا ومنها التلذذ كقول الشاعر سق الله نجدا والسلام عليها قال لا والسلام على نجد لأن الإسم المحبوب مرهوب تكراره ويا حبذا نجد في أولي حبذا هي على القرب والبعد إذن سق الله سق الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد على القرب والبعد ومنها الاستعطاف نحو اللهم عبدك يسألك المغفرة أي أنا أسألك ويسمى هذا العدول بالإظهار في مقام الإضمار أو استخدام الظاهر مكان الضمير في تعريفه بالعالمية يأتي والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد للغاية